المعتاد في كل البرامج وفي كل الدنيا بتاع كابتن حسام حضراتكم مسألناكوش لسه حضراتكم مع تعيين كابتن حسام حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر ورأيكم بشكل عام فضل يا سوز محمد يعني طبعاً بعد التجربة اللي احنا مرينا بها طبعاً كتير جداً مع المدربين الوطنيين دايماً تجربة المدرب الوطني بتثبت ان هي الانجح مع المنتخب الوطني لان هو الاقرب للعيبة والاقدر واللي هو عارف الظروف وعارف الحاجات هو الناس عارفة الكلام ده لكن انا دلوقتي سؤالي اه الناس عارفة ليه دايماً بروح لمدرب الاجنابي بادام كلنا عارفين كمسؤولين رياضيين كصحفيين وكإعلامين رياضيين وكلاعيبة قبل كده وحضرات كؤست زيتنا وكل حاجة لكن الناس عارفة ليه بيروحوا للمدرب الاجنابي ويسيبوا المدرب المصري اكيد في حاجة اكيد بتبقى حسب بص احنا ما عندناش نظام سابط في الكرة المصرقية ما عندناش خطة واضحة وحاجات محددة ما عندناش معايير ومقيز كاملة بنشتغل عليها طول الوقت يعني مثلا عندنا المنتخب الوطني ده يا جماعة فيه قواعده موجودة المدرب الوطني هو اللي حيدير المنتخب الوطني طول الوقت ولازم يكون هو مدرب من ابناء الوطن ولازم يكون ليس فيه ولازم يكون ليه مستوى معين ولازم يكون درجات معينة احيانا بيتيجي مجلس ادارة ما يكونش عنده قناعات بالمدربين الوطنيين اللي موجودين فيروح مشاهلهم أحناً يحب يريح دماغه وقولك علشان ما حدش يهاجمني وما حدش يبقى يجبنا ده ودينا ده نجيب واحد أجنابه ويريح دماغنا فبتبقى أفكار مختلفة وأرى مختلفة غير مطابقة مع الواقع لكن الواقع أنا بقول لك الواقع اللي بيثبت أن المدرب الوطني دايماً لا حتى لما تيجي تتكلم عن البطولات اللي خاريتها كلها كلها يعني من 57 إلى 59 مدربين الوطنيين ما في 86 بعد كده كابتن الجوهر بعد كده كابتن حسن الشحاسي ده كل تاريخنا مع النتاج اللي اتعاملت كلها نتاج عظم أعظم نتاج عملنا بمدرب وطني بحاجات كويسة فأتمنى أن تكون تجربة الكابتن حسين يعني رجل كان حلم حياته وبيقاتل من أجل هذا للأمر أن يقدم لنا تجربة مختلفة وتجربة جديدة تجربة سرية تجربة تعيد للمنتخب المطر أن احنا بقلنا في فترة كتيرة جدا فقدين الهوية وفقدين الشخصية مع كل مدربين بشكل كبير جدا يعني نتبقى أنه هو يرجعنا تاني للنقطة دي يعني فاكر مطش مصر وتونس بمناسبة الهوية تخيل منتخب مصر اللي كان ودي قبل كاسل الأمر حصلنا تلاتة لكن مش باتكلم عن الخصارة ولكن أنا باتكلم عن أنه كان فيه أربعة انفار في الموجودين في المدرجات أربعة انفار بقاعدين في المدرجات متخيل منتخب مصر بجميع نجومه ومنتخب تونس بجميع نجومه ومباراة هنا في القاهرة كبير ما كانتش في برة وأربعة انفار اللي موجودين فيه بمناسبة الهوية اللي مفقودة يعني ما بقاش فيه الاهتمام زي الأول بمنتخب مصر ما بقاش فيه الناس تروح المطشات أنا أعتقد أنه ده لو قبل كده بشوية ومطش ما بين منتخب مصر بمحمد صلاح بمصطفى محمد بمرموش بفلان بتريزيجيب كل الناس ومنتخب تونس بكل الناس وكل النجوم وما تلاقيش أن فيه أربعة انفارماء ما دي مشكلة كبيرة جدا بتعاني الجماهير بعيدة أصل على المنتخب الوطني أصبح كمان فيه نوع من تحزب الأندي أكتر منتخب الوطني عشان نبقى صرحاء وحيين طبعا الأحداث اللي شاهدناها في الفترة الأخيرة والأجواء والشحن والتعصف ده أصل على حاجات كتير جدا الحقيقة أفقد الجماهير الهوية والانتماء والحب حتى المنطقة بمصر ولكن برضو خلينا نكونوا أطحين أن هناك بعض الأمور اللي كانت اللي بتحصل في بعض الاستادات هي برضو كان لها دور في عزوف الجماهية بالضبط وكانت الأمور الأول كانت أسهل وكانت مريحة يعني حاجات كتير جدا كانت متأسهلة بالنسبة للناس أنا أفتكر في 2006 كانت الأمور رائحة جاية يعني ناس كلها كان بياخد مراته وعياله ويروح دلوقتي ما بنشوفش هذا الكلام